اقتحم مجموعة من المسلحين في تعز السابت منزل موظف في مستشفى بالمدينة سرب جريمة اقتحام مستشفى الروضة وإعدام مرافق لجريح وقاموا بإحراق سيارتين لها وقالت مصادر محلية أن السيارتين اللتاني تداول ناشطون مقطع إحراقهما من قبل مسلحين تتبعان موظفا في مستشفى الروضة سرب في وقت سابق مقطع فيديو لمسلحي الإصلاح وهم يقتحمون المستشفى ويعدمون شخصا يدعى محمد المغربي مشيرين إلى أن المسلحين لم يعجبهم الأمر فقرروا معاقبة الموظف الذي لا يزال مصيره مجهولا وتشهد تعز فوضى أمنية مع احتدام الصراع بين فصائل الإصلاح داخل المدينة وتصاعد التصفية بينها حيث سجلت وفق تقديرات محلية أكثر من ثلاثين حالة إعدام نزلاء في مستشفيات المحافظة منذ العام 2018 وثمانية عشر اشتركوا في القناة